يا ريت يا دكتور تتكلم عن التوابل اللي فيها مكسبات طعم اه طبعا وخطورتها انتشرت جدا يعني انا الحقيقة بحي صاحبة السؤال او صاحب السؤال يعني بحيكو من كل قلبي يعني بجد لانه حكاية التوابل اللي فيها مكسبات طعم ده ده شيء يعني خطورة كبيرة او تقول يا ريت تتكلم ويعني وربنا يا جزيخر طبعا الموضوع انتشر جدا سواء في الاطعمة المعبقة في كياس يعني يقول لك بس ازاي البطاطس والمقرمشات وبتاعه حاجات كده يقول لك بطعم مش عارف الكباب بطعم البيتزا بطعم مش عارف ما كل دي طعم صناعي مش طعم طبيعي يعني تمام وللأسف كمان الحاجات دي يعني بتتبع كمان عند العطارين يعني اللي هم اللي بيشتغلوا في العطارة غير بقى العطارة العادية اللي بتبعى المفروض انها كويسة لا الناس بقى يبيعوا طعم ده يقول لك بتتبع وده غلط ده كمان في حاجة بقى في منطقة الخطورة فيه كيس كده اللي هو او حاجة بتتبع كده اللي هي بتتحط في الماء المغلية اللي هي زي الماكارونا اللي اسمها الاندومي يعني هي ده مش مركة هي الاندومي دي بقى انواع وبيبقى معها كيس بقى يقول لك ده بطعم مش عارف الفراح ده بطعم مش عارف ايه والحقيقة انا شفت قريب قريب قوي يعني انا شفت اعلان الحقيقة يعني انا بدعو الحقيقة يعني مش يعني يعني الحقيقة فاش دعوة الحقيقة أنا بدعوكم منتو من الحقيقة أنكم تحكموا على هذا الإعلان فيه إعلان بلاقي فيه إن واحدة سيدة كده فاضلة أم صغيرة كده قاعدة مع واحدة صاحبتها وولادها جايين من مدرسة يقول له يا ماما احنا جعانين يعني العيالها هو جايين من المدرسة الأطفال الأبرياء دول جايين من المدرسة يقول له يا ماما احنا جعانين والأم قاعدة مع صاحبتها تماما إيه؟ فبتقول لهم حالا ورح تقايمة جايبها الكيس وبتحطه وبتحطه على الكيس أنا عايز أقول لكم إن الأكلة دي في حد ذاتها خطر والكيس ده بقى فيه خطورة كبيرة جدا وللأسف أنا بقول لكم الكلام ده لاحظته قبل يعني في وقت من الأوقات عملت بحث عن هذا الموضوع اكتشفت إن الموضوع ده منتشر انتشار رهيب مش بس بقى فيه الأطفال أطفال والكبار فده الحياة خطر كبير جدا يا جماعة خطر كبير جدا الكيس ده اللي بتحطوه بقى على المادة دي اللي هي بتتحط في الماء المغلية وبتبقى حاجة عاملة زي المكارونا كده أو زي المعجنات ده غلط جدا وزي ما قلتلكم كده بقى حكاية طعم الكاتشاب وطعم الفراخ وطعم الكباء كل ده غلط خالص وإحنا كنا اتكلمنا في حلقاتنا بتاعة التغذية عن مخاطر مكسبات الطعم واللون اتكلمنا على الموضوع ده وكمان اتكلمنا على الحاجات مش بس دي بقى اتكلمنا على الحاجات كمان اللي بتتحط على المياه الغازية ومكسبات الطعم واللون اللي تتحط على انواع من البسكوت وتتحط على الحلويات الطرية اللي هي زي الجيلي اللي هما الاطفال بيروحوا يشتروها كده ويقعدوا ويمدوغوا فيها وقلنا ان التأثير السلبي للحاجات دي على مراكز التركيز وضبط الحركة في المخ تأثيرها سلبي جدا عشان كده فيه اطفال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير بيكونوا معرضين فعلا انهما يصابوا بفرط الحركة ومشاكل في الانتباه والتركيز وبيكون عندهم سلوك عدواني واتكلمنا برضو انا بلفت نظاركم اللي عايز يرجع للحلقات دي ارجوكم ارجعوا لها حلقات التغذية بتاعتنا قدمنا فيها ملف كامل عن الحاجات المهمة بقى للجسم الفيتامينات والمعادن وإيه الحاجات اللي بتمنع الامتصاص وإيه الحاجات اللي بتساعد على الامتصاص واتكلمنا في الحلقة التالت وما كانوا ثلاث حلقات تكلمنا عن حاجة خطيرة قوي اللي هي الصوصات بتاعت الجبنة فاكرين قلنا فيه مطاعم وكده بتروحوا فيحطوا لكوا صوصات جبنة سائلة كده وقلنا ان في دي 90% أو أكتر من المطاعم الصوص الجبنة ده ما بيبقاش جبنة وانا خدت يعني رد فعل من بعض الناس بعتولي قالولي يعني احنا في صدمة قلت لهم ده دي الحقيقة انا بحسبكو يعني بحسبكو عارفين يعني دي ما بتبقاش جبنة دي بتبقى لون وطعم الجبنة وتوابل وللأسف بقى بتبقى مواد مطاطية انا مش ببالغ على فكرة يعني مواد هما بيقولوا يعني يقولك دي مواد آمنة وحاجات زي كده بتبقى طعم قليل قوي من المطاعم دي اللي بيعملوها جبنة بجد ولو جبنة بجد بتبقى مصيبة برضو لان بتبقى محتوى الدهون فيها خرافي يعني بتبقى كبيرة جدا الحاجات دي يا جماعة سواء التوابل بقى اللي بتعم مش عارف ايه او مكسبات الطعم او الصصات الجبنة اللي هي مش جبنة او جبنة بس جبنة كتير دي لا قدر الله ممكن تعمل فشل كلاوي لا قدر الله لا قدر الله تعمل فشل كابي دي تعمل مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي تعمل التهاب في الزايدة التهاب الزايدة الدودية وده برضو بسبب الأطعام الحارة برضو بشوف في الإعلانات انا بشوف حاجات جرائم الحقيقة في الإعلانات يعني يقولك ايه ده مش عارف مشط شط مشط شط قوي اللي هو طب ليه وتلاقوا أطفال صغيرين كده عندهم تسع سنين وعشر سنين مفروض انهم بيأكلوا وانا عارف بقى انه في الحقيقة بيدخلوا تحديات لبعض وحاجات زي كده وده السبب على فكرة انه بقى ظاهرة ان عملية الزايدة الزايدة اللي بتتعامل ده إزالة الزايدة بقيت تتعامل كتير قوي لأطفال يعني وده نتيجة الحاجات دي نتيجة الأكل الغير منضبط ده والأسر والأهالي اللي سايبين ولادهم يأكلوا الحاجات دي ده غير انها بتعمل التهابات في المعدة والتراب في عملية الإخراج يعني حاجات كتيرة قوي يا جماعة اهدوا كده واختاروا الأطعامة المناسبة لأطفالكم عشان بعد الشر ما تودهمش أو ما تحطهمش وهم على طريق المرض لقدر الله وانا هنا بكلم على فكرة بكلم على الطفال والله وبكلم عن الكبار كمان